وفي ملامح الوجه الآخر للتنافس وشراكة والمعالجات ترسم تحركات جس النبض التي يعتمدها التيار الصدري منذ أيام خارطة أولويات جديدة يصفها المراقبون بسيناريو برمجة وتسخين للأجواء قبل إنهاء الاعتكاف السياسي تحضيرا لمشوار طويل اسمه انتخابات مجالس المحافظات مضيحين أن الانتقادات التي يوجهها زعيم التيار يمينا ويسارا تدخل في استراتيجية التسخين السياسي البديل وعلى الأرض يؤكد مراقبون أن التيار الصدري بدأ بتنشيط قواعده الشعبية لمشاريع مستقبلية بمواجهة قوى البيت السياسي الشيعي على النفوذ الحالي والمستقبلي والتخلي عن فرضية ترك الجمل بما حمل حيث منعت وساطات الساعات الأخيرة مواجهة غير مضمونة النتائج بين سرايا السلام والقوات الأمنية لاستعادة سيطرة على المطعم التركي وسط بغداد